السلام عليكم البنات كديرين لبس عليكم صحيحة كل شي هاني أمركم مزيانة نتمنىكم بخير وعلى خير وبصحة جيدة شبال لكم في واحد الكيكة راقية البنات وديلت حمرت الوجه يعني توجدها ووجهك حمر لولداتك لضيافك للمناسباتك كتجي خطيرة بطبقة مقرمشة اللي كتجي لديدة بزاف بزاف كيك راكم عارفين كيك زبدة كيك يجي رائع ديك الطبقة المقرمشة اعطتها مضاق نوغة الخطير فاندوزوا المقادر وطريقة التحضير هنا را قطعتها لكم وهي مازال سخونة مصبرت شاليع البنات فاشوفوا كيكتجي والله العظيم رائع بزاف يلا ندوزوا المقادر وطريقة التحضير بإذن الله ندوزوا المقادر وطريقة التحضير بإذن الله بالطبقة المقرمشة كي يجي رائع بزاف ربعة البيضات 180 جرام الزبدة جوج علف الياغورت طبيعي كاس الحليب كاس السكار ثلاثة كيسين عنباء جوج كيس خميرة كيس خميرة ثلاثة كيس كيس خميرة تحتاجها ثلاثة كيس خميرة ناخد زبدة زبدة ثلاثة كيس خطير 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 ثلاثة نضيف سوف نضيف لها كاس سكار سوف نضيف لهم 4 بيضات سوف نضيف جوج العليا للغوط الطبيعي سوف نضيف لهم 4 بيضات سوف نضيف لهم 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 نفرغ خلط الكيك نضيف الفران بارد و ندخل الى 180 دراجه و نتحمل الكيك و نجد طبقة المقرمشة رائعة و يتم ملكية الكيك يجب جسم الفران هذا هو الشكل النهائي نضيف المقرمشة 200 جرام اللوز 100 جرام السكر 70 جرام القشدة الطرية 70 جرام العسل و معلقة الزبدة نضيف المكونات كاملة في المقلة 60 جرام اللوز عسل 50 جرام 60 جرام و معلقة الزبدة نضيف كل من النار و نضيف الدوب لنا مكونات و نضيف الدوب سوف نفق النار نفق الكاك نضخ الفرن سوف نبسط كامل نضيف الكاك نقوم بحزن نضيف الكاك وهذا الكاك ندخل المقرمشة حمراء ندخلها في طبق التقديم وهذا هو الكاك لبنات من بعد ما خليته وحيت له البابي فتجي رائع بزف بزف طبقة مقرمشة خطيرة كي كاك لنخوة هماوي رائع بزف نتمنى لاعجبكم الفيديو اليوم لا تنسوا ليش من لايك واشتركوا بالقناة لكي كاك لن اصلوا بكل جديد كي كاك لنخوة تحمرت الوجه يعني تقدميها الوضيوفك لولاداتك وانتي فرحانة وعارفة ستشكرها و ستعجبهم بثاف نتلقوا في فيديو جديد بحول الله